معي النهاردة منهج كونكت فور منهج الصف الرابع الابتدائي طبعا المنهج الجديد اول حاجة في الكتاب جيبري ريفيجين مراجعة على طبعا حاجات اخدناها اساسية في بريمير 3 كونكت 3 طبعا زي ما قلتلكم قبل كده في فيديوهات فاتت المراجعة على الانواع الطعام واجزاء جسم الانسان مجموعات الطهام اللي هي مثلا رايس اللي هي انا شوية رايس وبريد وسيريال منتجات الالبان اللي هي دوري ميلك اللي هي ميلك وتيز ويوجرد زبادي يعني كل انواع الاطعامة كده الفيجيتابلز الفروتز كلنا نعمل عليها ريفيجين مانتز اوف دايير جايب لباردو ريفيجين على مانتز اوف دايير جانيواري فبريوري مارش اابريل ماي جون جولاي اوجست سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر طبعا موجودين عندنا مارضة اكتبهم طبعا اتبعا نتعلم نتكلم عن نفسنا اي ام كذا مثلا اي ليف انا اعيش ان اليكساندريا مثلا اه مثلا ماي سكول از اه اي اسم مدرسة اه هي عندي اي ام انجريد فور انا في الصف الرابع اه اتكلم عن ماي سكول مدرستي مثلا اسبيج اتكلم عن تيتشيرز بتوعي المدرسين بتوعي اه جايب لي بتكلم عن حالة الطاقس واتز دووذر لايك طبعا حالة الطاقس ممكن تبقى صاني ممكن تبقى هط ممكن تبقى ممكن تبقى ويندير ويني آآ كل الحاجات دي اخدناها آآ برضو الازمنة اللي عمل عليها اللي هو زمن الماضي البسيط وده برضو راجعنا عليه وقلنا ان هو من اساسيات منهج آآ وكمان معاه هيبقى وهيبقى يعني اعمل على الازمنة وطبعا آآ من خلال شرحنا هيقابلنا تاني ازمنة ونشرحه تاني جايب لي question words طبعا اللي هي ادوات الاستفهام اللي يا what ما او ماذا كل دي مراجعة revision when متى لانها يستخدمها في المنهج how how many how tall how long how much اخدنا ده السنة اللي فاتت اين where بسأل عن مكان من هو بتسأل عن الشخص الفاعل لماذا why بجاب عليها بكلمة because لان كل دي اساسيات لازم ادخل وانا عارفاها الوقت الفات ده كله كان مفروض ان انا اذاكي الحاجات دي يلا start let's start our first lesson الدرس الاول طبعا unit one اسمها i feel good i feel good يعني انا كويس انا او انا اشعر ان انا كويس انا جيد انا ايه جيد i feel good i feel good لو تلاحظوا السنة اللي فاتت كان i feel happy the first unit كان اسمها i feel happy السنة دي i feel good طبعا the title بتاع اليونت دي مش غريب على اه وداني انا اسمعها i feel good هنبدأ lesson one lesson one بتكلم فيه عن food and drink الطعام والشراب يبقى انا هحتاج kinds of food انواع الطعام واحتاج kinds of drinks انواع الشراب يبقى انا كان لازم ادخل وانا عارفهم او انا عارفاهم بدأ الي lesson one بdialog between mom and magid انا هقرأ لكم الdialog وبعد كده هناخد الفوكابلار بتاعتها وبعد كده هرجع اقولها تاني هو lesson one عبارة عن الdialog mom هنا talked to magid and says lunch is ready الغداء جاهز i made some special food for us انا عملت طعام خاص كده لنا يعني حاجة special كده حاجة ايه مش عادية يعني magid قال لها mom it looks delicious ده شكله لذيذ جدا يبدو لذيذ mom قالت له which food comes from our country do you think يعني اي طعام فيهم جاي من انهي دولة يعني الطعام اللي موجود ده جاي من انهي دولة do you think يعني انت تعرف تفكر i think we grow rice in egypt اعتقد ان احنا بنزرع الروز في مصر او الارز في مصر mom قالت له yes that's right هذا صحيح what else وايه كمان magid قال لها يعني دي همهامة للتفكير بيفكر i think we raised chicken in egypt برضو بنربي او بنكبر الفراخ في مصر mom قالت له yes and tomato and onions طبعا tomato and onions برضو grow in egypt بنزرعهم في مصر egyptian farmers produce many things يعني الفلاحين المصريين produce بنتجو many things بعض الاشياء you can see on the table اللي انت شايفها على ايه التربيزة let's eat يلا بينا ناكل دي طبعا الديالوج اللي موجودة عندي لازم ااخد كلمتها الاول علشان اعرف اتكلم بيها انا الديالوج عندي مهمة ليه بتعلمني ان انا اتحاول in english وده طبعا مهم جدا هنا نيقول فكها بتتكلم عن ايه lunch الغداء lunch lunch جاهز ready جاهز ready جاهز ready special 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 يعني خاص looks looks يعني يبدو looks يعني ايه يبدو lunch ready special looks delicious 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 يعني لذيذ delicious يعني لذيذ which اذا تستفهم اسمها اي للاختيار يعني مثلا which food do you like اي طعم انت بتحبه which sport do you play اي لعبة او رياضة انت بتلعبها which subject اي مده دراسية do you like انت بتحبها come from come from يأتي من come from i come from egypt i come from egypt انا من المصرد اخلناها زلستيار هنا جايبها لي على الاطعمة مثلا rice comes from egypt country دولة country دولة think think يفكر او يعتقد think يفكر او يعتقد grew يزرع grew يزرع grew يزرع grew or's rice or's rice or's rice that's right لونا قلت اجابة صاحة مثلا حد يقولي is that's right هذا صحيح what else ماذا ايضا what else ماذا ايضا raise 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 tomato 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 tomاطم onions onions بصل Egyptians ايجيبشيانز مصري farmer farmer فلاح produce produce ينتق هيا بنا let's do suggestion extra ان انا بقترح عليك نعمل حاجة let's play let's study تمام وليس بيجي وراها inventive يعني يعني بدون اي اضافات او طبعا بيجي وراها ايه inventive بدون اي اضافات ناخد برضو البحث سيمبل بتاع grew هتبقى ايه grew عاملة كده وthink البحث سيمبل بتاعها thought الماضي بتاعها ايه thought think thought think thought think thought th o u g h تمام دايما نعود نفسي ان انا هاخد الفيرب والباست سيمبل بتاعه على طول تمام واناخد حاجة جديدة اسمها best participle التصريف التالت للفعل ده برضو هنحفظه مع الزمن الماضي يبقى انا كده محافظ الكلمات هعرف اتكلم الديلوج كويس اهيه مام lunch is ready i made some special food for us جايبها هنا made made ماضي 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 ايه ماضي ليه لانها خلاص صنعت الطعام لانها صنعت ايه الطعام lunch is ready i made some special food for us اس ده objective مفعول يعني ايه لينا ماجد مام it looks delicious it looks delicious يبدو جيدا it looks delicious يبدو لزيزا which food comes from our country which food comes from our country أي طعام منهم جاي من دولتنا do you think i think we grow rice in egypt i think we grow rice in egypt اعتقد ان احنا بنزرع الرز في مصف yes that's right yes that's right what else what else hmm i think we raise chicken in egypt i think we raise chicken in egypt yes what tomato answer and tomato and onions Egyptian farmers produce many things you can on the table يعني الفلاحين المصريين بينتجهم حاجات كتيرة موجودة على الترابيزة القدامك دي let's eat يلا ناكل طبعا انا هنا هسأل اسئلة بقى تمام بس لما كتبتهاش فانتم ممكن تكتبوها انتم مثلا نقول ايه what did mama make او mom make ماما عملت ايه صنعت ايه مام made some special food ماما صنعت شوية طعام اه مثلا اقول ايه اه which food comes from egypt اي طعام فيهم جاي من مصر او دولتنا نقول مثلا الاجابة هتبقى tomato onions and rice chicken تمام اه what did farmers do او produce الفلاحين بينتجوا ايه في مصر برضو اقول some vegetables بعض الخضروات للفلاحين ايه بينتجوها واسئلة من هذه الايه اه من هذا الشكل اي نعملها كتير دايلو جاية هقربها شوية عشان انا عايز نقلها وبرضو هنزلها sheets اه دايلوك حلوة ولزيزة وممكن انا اتحاول بها مع ولادي يعني انا اتكلم وهو يتكلم قصادي كلها كلمات سهلة ومتقررة اه بس انا هعمل عليها stress برضو واحفظها تاني تمام اه الكلمات اها وبرضو الكلمات التانية اها اول واحدة دا كان listen one ان شاء الله معانا listen two اه هنزلولك على طول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته